موسيقى صباح الخير مشاهدين و اهلا بكم الى هذه الحلقة من كلام بيروت ملفات عدة مفتوحة في الصحف الصادرة اليوم و ابرزها مصير الاستحقاق الرئاسي ملف اللاجئين السوريين و عودة الرعاية الخليجيين الى لبنان كلام بيروت يتابع هذه المواضيع و غيره معها عالي وزير الشؤون الاجتماعية الاستاذ راشيد درباس صباح الخير معالي الوزير صباح النور نعتذر ايضا من مشاهديننا على التأخير رح ابدأ انا و اياك الحلقة بكاريكاتور حسن بلايبل بالديلي ستار تحت عنوان النكبة 66 عام رسم لاجئة سورية صغيرة امام خيمتها مقابل عجوز فلسطينية كمان امام الخيم اللي الى و قد قالت العجوز الصغيرة تذكريني بطفولتي الى اي مدى رح يبقوا اللاجئين اللي كانوا صغار يمكن يصيروا ختايرة بلبنان يعني بصراحة فاجأتني بهالكاريكاتور اللي برأيي انه ابلغ من اي مقال نعم وعمل لي هيك قسى كبير لانه اذا ها هي وطيرة المسار العربي نعم كنا نحكي بالزمان بالوطن العربي الكبير يمكن هلأ مصير بنحكي بالمخيم العربي الكبير نعم ولكن انا من وقت اللي توليت وزارة الشؤون الاجتماعية وبدأت طلاعي على الملف السوري حذرت من ان المسألة ليست مسألة انسانية فقط وليست مسألة لبنانية سورية فقط وجدت انها مسألة قومية وانها لا تقل بنكبتها عن النكبة السابقة التي حلت بالامة ولذلك سرعت الى قرع نواقيس الخطر ليس في المجتمع اللبناني فحسب بل في المجتمع العربي لكي نقول هذه ازمة يجب ان تلتم وتلتف في الامة العربية حولها لكي نصونا سوريا قلب العروبة الذي يمكن ان يخمد ولا يعود نابضا على الاطلاق وان نصونا لبنان الذي يمكن ان يرشحها الى مصير سوري هو اليوم ذكرى النكبة للخلسطينيين وبالتالي تقول مخيم العربي الكبير ولكن لبنان مجددا يتحمل وحده تقريبا كل هذا العبئ لبنان يتحمل اكثر من اي بلد اخر نعم علما انه اصغر البلدان وافقر البلدان واضعفها بناتحتية واكثرها كسافة سكانية نعم ومع هذا فان لبنان لا تصله اية انواع من المساعدات على الاطلاق بالامس كانت هناك مشاورات في لجنة الوزارية المختصة بالشأن السوري ولقد شرحت لها انه في الاردن تقوم المفوضية السامية لشؤون لاجئين بصرف ما يوازي اربعين الى خمسة واربين ملوية من المساعدات على البنى التحتية المخيمات الاردنية 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 التي يحددها او تحددها الحكومة الاردنية حلو انهم يعبدون طرقات ويبنون مستشفيات ومدارس نحن هنا لا توجد مثل هذه العلاقة مع المفوضية السامية وما يصل الى الخزينة او ما يصل الى البنى التحتية بدون تحديد من الحكومة هو صفر معلوم لديكم الكثير من اللقاءات والوفود التي تأتي الى لبنان مع المنظمات الدولية ما هو المطلوب من لبنان لحتى تجي هذه المساعدة شو مطلوب منه انا يعني اقول لك بكل صراحة ربما وجدت المنظمات الدولية والدول الاخرى ان هذا التراخي اللبناني في انتهاج سياسة واضحة ومحددة من الملف السوري قد اغراهم بمزيد من الاستسهال وانا اقول لك بكل صراحة لا توجد هناك معايير لتعريف النازح بمجرد ان يأتي الشقيق السوري ويبرز قويته الى المفوضية يسجل نازحا وعلى هذا فنحن حتى هذه الساعة لدينا بالصورة رسمية مسجلة مليون ومئة ألف نازح غير المسجلين غير المسجلين بيوصلوا لثلث بيت ألف قطعين المليونين مليونين مليونين لا حتى مصلنا على المليون ونص بس نحن ما بدنا نفزع للمواطنين نقولهم انه في جزء من هاي المسجلين ان الميسوري الحال اللي يعني عم يصرفوا في المجتمع اللبناني وما بيشكلوا عبء ولكن الفقراء السوريين يستضافون لدى فقراء اللبنانيين ولكن أنت تخيل هذا الفقر المركب والبؤس المركب في مناطق لم تعد تحتمل لم يعود الهواء يحتملها ولا الماء قبل الحديث عن المواضيع الإنسانية المهنية الأمنية الاقتصادية مجلس الوزراء اليوم وكما جاء في غلبية الصحف المستقبل تحديدا في جلسة لمجلس الوزراء عمل اللجنة الوزرية أيضا سيتم طرح موضوع إنشاء مخيمات اللاجئين حضرتك بتقول أنه استنادا إلى مجموعة أفكار وتدابير لمواجهة المخاطر الكبرى المحدقة بلبنان جراء تفاقم حجم نزوح السوري ولكن الكلام اليوم أنه هناك خلاف في ثلاث أفكار بين إقامة مخيمات داخل الأراضي اللبنانية على حدود أو بالأراضي السورية على حدود أو شو؟ سلمان أول شيء أنا كلفني دولة رئيس مجلس الوزراء بصفتي الوزير المسؤول عن الملف ومنسق اللجنة الوزرية أني أنا عد ورقة عمل لعرض على اللجنة ولقد عددت هذه الورقة وسلمتها له وتفضل وتكرم وزع على الوزراء وكانت هذه الورقة هي موضع المناقشة أقول لك بكل صراحة أن معظم بنودها كانت موضع اتفاق يعني فلنبدأ لقد قلنا البداية هي أن المسألة ليست مسألة إنسانية هي مسألة سياسية وقلنا إن المجتمع الدولي يقدم لنا الشاش والقطن ولا يقدم لنا زجاجة دم ولا يسعى إلى وقف النزف نحن نمسح الدماء إن المجتمع الدولي يعالج الأسر ولا يتصدى للفعل وقلت فيما قلت إن المجتمع العربي مدعوه أن يتبنى هذه القضية القومية كي لا تتحول إلى نكبة وقلت إن لبنان لا يستطيع أن يعالجها منفردا وعليه لابد أولا وإذا كان موضع اتفاق تنظيم الدخول هنا علينا ما عنه تأخرنا يعني اللي فاتوا فاتوا كله تأخر ولكن تنظيم الدخول بأي شكل علينا أن ننتبه حزاري ونحن ننقع في هذا بالمنزلق الأنصري السوريون أشقاؤنا ولهم فضل علينا وعندما حدثت حرب 2006 لجأ اللبنانيون إلى السوريين وكانوا موضع ضيافة عشر تيام وعشرين يوم نعم إذن أقول علينا أن نحازر من الانزلاق إلى الكلام الأنصري نعم ما عدا هذا لا أستطيع أن أفهم لماذا يكون هناك نزوح سوري وقد توقفت المعارك على جميع المناطق المحازية للحدود اللبنانية قلمون تحديدا وغيرا من المناطق وعليه نحن يجب أن يرتبط قبول النزوح بوتيرة المعارك في المناطق القريبة من الحدود صح كل نزوح آخر يعني أن النازحة لا يعاني مشكلة الأمنية لأنه يكون قد قطع مسافات طويلة ولم يتعرض الخطر نعم هناك كمية كبيرة يعني وفقا لخريطة نظمتها الـ UNHCR بتفرجيك أنه في كمية الحلبية اللي يجوا كمية أهل القامش لي كمية من دير الزور يعني هاي المناطق لأنه المناطق المحازية في تشدد جدا بالكبول نعم فشو عم يصير التراخي اللي عنا أدى إلى هذا الفيضان نعم هل لمستوا أي تجاوب دولة روسة أمريكية مجتمع عربي دولة أنه فعلا بإقامة هذه المخيمات وأنتأت المساعدات؟ خليني إسم نجي على المخيمات بس أنا لمست نعم أنه أنا في مؤتمر أوشا اللي عقد في الأردن منذ حوالي شهر كنت فيه إن المجتمع الدولي يجلس في مقاعد المتفرجين أما في مؤتمر دول جوار الذي شاركت فيه وزراء خارجية تركيا والأردن والعراق ونائب وزير خارجية المصري ووزير الشؤون الاجتماعية اللبناني والمفاوض السامي لشؤون اللاجئين فقلت إن المجتمع الدولي قد غادر مقاعد المتفرجين وزهب يتفرج على مسبحة أخرى هي أقل شأنا عن مسبحة أوكرانيا ولقد وافقني الجميع على هذا بمن فيهم المفاوض السامي وقال إن المجتمع الدولي قد فترت همته تجاه الملف السوري خاصة أن جنيف 2 قد فشل وأن الانتخابات السورية قد عطلت إمكانية الحل السياسي في أمل بمساعد أولا على هذا يتعاملون معنا كأننا مستودع وأنا أنبه المستودعات للبضاع وليست للبشر وأنبه أيضا لبنان وطن لا مستودع وأنبه أيضا وأيضا أننا متمسكون بحقوق الإنسان وشرعة حقوق الإنسان ولكن هذه الشرعة تبدأ بحقوق الشعب اللبناني والإنسان اللبناني المجتمع اللبناني لا يستطيع أن يتحمل ما حدث لأن الخلية المجتمعية قد انتفخت وتكاد تنفجر من هنا جئنا إلى الملف الذي تسعى إلى معرفة رأيي فيه آه فأقول لك لقد تقدمت بسلاسة بسلاسة اقتراحات نعم الأول أن تقام مخيمات أو مراكز استقبال داخل حدود السورية تحت رأية الأمم المتحدة ولقد قلت هذا في الأوشا وقلت لهم ولست أدري تحت أي فصل أيضا لأن الأمم المتحدة لديها من الهيبة وخاصة بدولها الكبرى أن تقول هذه المناطق التي يلجأ إليها السوريون لا يمكن أن تكون موضع قصف أو حرب أو اجتياح أردن وتركيا موجود للعمل أقول لك أيضا هناك احتمال توافق عليه كل اللبناني وهي إقامة مراكز استقبال في المناطق الفاصلة بين الحدودين أي بين جديدة يابوس والمصنع هذه أراضي اللبنانية ولكن لا يوجد فيها سكان وهي تستطيع أن تستقبل مراكزة إنسانية صالحة للعيش مع بناء تحتية سليمة لقد شاهدت في مخيم الزعتري وكما قيل إلي أيضا في مخيم الأزرق وهذه مدينة مدينة بمعنى الكلمة نستطيع أن نقيم هناك المراكز اللازمة بلوجستيك يستطيع الشعب اللبناني والدولة المنية أن تقدمه بمساعدة الدول العربية ولقد وجدت كثيرا من المنظمات العربية الأهلية تبدي استعدادها والطبيعة حلوة كثير بالمنطقة نعم وأيضا هناك بين العبودي والدبوسي كمان مناطق لبنانية شاسعة ممكن أن يقام فيها ذلك ولكننا نفاجأ دائما بالأمم المتحدة ومنظبتها ترفض هذا الحل رفضا باتا بحجة الأمن وبعضهم يحدثنا عن المعيار الدولي أي 30 كم بعيدا عن الحدود يعني 30 كم بعيدا عن الحدود الشمالية يعني في معرض طرابلس الدولي أيضا إنهم يظنون أننا دولة شاسعة المساحات نحن دولة مساحتها 10452 كم ربع أي مدفع متطور يستطيع أن ينطلق من الحدود الجنوبية فيصيب الحدود الشمالية مع الوزير حيثك عم تشكي يعني معاناتك مثل معانات المواطنين اللبنانية لا أنا عم بشكي لأنه هذا توطئ لأخذ مواقف وهي أنا الآن محضر الأسباب المجيبة أيها لكي تأخذ قرارات أولا انتفقنا أمس على أن يصبح للبنان سياسة واضحة تجاه الملف السوري حاسمة خلقا لأننا وبكل صراحة لم نرى السياسة نعم ظنوا أنهم بضعة ألوف لبضعة أشهر نحن وحيال بضعة ملايين لبضعة سنوات مع الوزير إجانة اتصالات من المواطنين يعني بالموضوع الصحي بموضوع الأمنة بموضوع الاقتصادي بموضوع المهن في ناس عم بقولوا صحيح عندهم مهن اللاجئين السوريين وما عم بقولوا لا ولكن فعلا في ناس بطلوا يشتغلوا لأنه في ناس أخذوا له مهنتهم يعني عادة من باب الليكتي بيقل لي وزير الخارجي الأردني أنه المصريين اللي فيتين بصورة غير شرعية عم يتشكوا من الوجود السوري واضح جدا أنه السوري اللي عم يجي طبعا أنه عندهم أصحاب حرف مهرة صح عندهم وهن عم ياخدوا مساعدات إذن هنه بيقدروا يعرضوا قوة عملهم بأرخص من قوة العمل اللبنانية لأنه قوة العمل اللبنانية مرهونة بالسقف الغلاء المعيشة اللي في لبنان هذا ما احنا ملنا عم نحكي الكلام لشان ننطقص من قدر نعم ولكن بدأ تنظيم القضية ولكن القضية بدأ تنظيم نعم لذلك نحن عم نقول لما منقدر نقيم مخيمات ومنربط المساعدات بالساكني بالمخيمات مننا لحالة رح يصير فيه تنفيس الاحتقان ورح يصير فيه انسراب طبيعي من داخل الجسم اللبناني إلى هذه المخيمات لأنه حيكون فيها مدارس حيكون فيها مركز صحية حيكون فيها المساعدات اقتصادية وهكذا بيه مخيم الزعتري فيه مستشفيات بتعمل الجراحات صح فيه مدارس فيه ولادات فيه خلايف يعني فيه كتير وفيه كل شيء وفيه مشايخ بيأخذوا سواج كمان نعم مع الوزير حتى يعني في قطاعاته بدي أحكي عنها أيضا فيه مضاربة فيها بعدين بركب خبرك إيها بشراء الأوسط الموسم المقبل هناك أكتر من أربعمائة ألف طالب سوري بحاجة للدخول إلى المدارس أو يعني بصفوف أعلى واليوم شو هو العدد ونحن وضع المدارس معروف شو هو وضع القطاع الرسمي معروف شو هو بارع كان وزير التربية عم يحكي باللجنة ووزير التربية اللي ياسبه صعب حكي أنه نحن مستعدين أنه نساعد نحن عنا حاليا ديت مئة ألف تلميذ سوري في منهم مئة ألف بالمدارس مئة ألف مسايبين أيوة هالمئة ألف عم يفوتوا على المدارس بحصص بعض الظهر أنت بدك تتخيل صعيح اليوانعي السيار عم تدفع ستمية وخمسين دولار على الطالب لمين؟ مش للدولة لبنانية لصندوق المدرسة بس هاي المدرسة على هالمدى هاي على المدى ثلاث سنوات شوف شو صار فيها شو صار ببنوكا ببلاطا بأسكفتا بأكي إذن أنت لازم تعرف أنه القطاع التربوي إديش تضرر علما أنه نحن الطالب اللبناني بيكلفنا بالسنة ألف وخمسمائة دولار عم بحكي عالطالب مش بالمراحل الجامعية هل وهذا الطالب السوري عم يجي ما عم يفوت الخزينة أي شيء لمساعدته هيدا الضرر هون بس بالقطاع التربوي ولكن أنا مشاهد نشرح لك أكتر ما كتير شوائد في دراسة معمولة من البنك الدولي مع الوزارات المختصة الخسائر التي لحقت بالدولة اللبنانية من جراء فرق التنمية يعني عاملين معدل التنمية أربع علما نحن التنمية أنها صارت سبعة وثمانية فترة من أربع إلى واحد ونص هاي الخسائر بحد زيتها هي سبعة مليار وخمسمائة مليون بتضيف إلى أنه أنت خفت ورداتك مليار وخمسمائة مليون وزيدت نفقاتك مليار ومية أنت أضف إلى ذلك كمان وفقا للتقرير البنك الدولي أنت بحاجة راهنة حتى نهاية 2014 لمليارين وثمانمائة مليون دولار ليشو لحتى ترمم الحالة وتعيدها إلى ما كانت عليك قبل الوقت ما كتير معنا طويل ولكن أكيد هذا ملف يعني بحاجة إلى الكتير من النقاش وبياخد ساعات حتى سواء موضوع الاقتصاد الاستهلاك الأمن المعيشي الصحي وحضرتك ذكرت الكتير من الحالات لحتى نستغل الوقت في مجلس وزراء في تعينات فعلا فيه تتم نقل الجلس من بعبدال السراي لأنه قد لا يكون هناك تعينات لأنه في خلاف حول موضوع مجلس العسكري تعينات الإدارية وغيرها بصراحة وجد والأعمال وصلنا في تعينات عسكرية اللي بيصير مجلس وزراء سيد نفسه أنا حصل معي الجلسة الماضية أنا رشحت واحد لرئاسة الإسكان ما نجح نجح غيره مجلس وزراء ممكن هالاقتراحات يكرر وممكن ما يكرر الرئيس السلام إلى السعودية كما جاء في النهار وعنده يوم واحد وأيضا وزير نهاد المفنوق عنده جولة بالإمارات وقطر والكويت ربما الرئيس السلام قد يطلب مساعدات للبنان أم هي زيارة أولى لا أنا أول شيء لا أنا هي زيارة سياسية نعم لأنه رايح على رأس وافد أنا منه وأنا أخذ معي ملف نعم في الزيت الملف السوري وملف المجتمع المضيف أيوة نحن طول عمرنا نعول على الرعاية الأخوية السعودية نعم وأنا أظن الآن نحن في أبس الحاجة في هذه اللحظات للرعاية ونحن الأولى برعاية صح لا أظن أن الأمر سيكون صعبا علينا وأظن أيضا أن هذه الجولة ستتبعها جولات إلى بقية الدول الخليج وإلى بقية الدول العربية لأننا بالنهاية سنصل إلى طلب رسمي بعقد مؤتمر عربي عربي يخصص فقط للمسألة السورية توطيئة لأن ننتج موظفا عربية موحدا يذهب به إلى دول العالم على الهامش وهذا ما يقال وما يحكى بالخطبات أنه بدك المجتمع العربي يتطمن أنه هذه الأموال ما تروح هون وهون توصل محل ما توصل شوف في فساد في هدر ما بدنا نعيد الغني خلنا نحكي بصراحة أنا حاسس أنه سبحان الله في ثقة بهالحكومة عال محلية وعربية ودولية وهالحكومة عم تحاول تنجيز بس أنا بضرب لك أمثلة بسيطة نحن في عنا مشاريع يغضينا معنا الجاهزة دراستها للتلزيم في أشياء بيعملها المانح بينفزها هو صحيح صندوق الكويتي نفز لنا الشي بطرابلوس نعم وكل بإشرافهم وبيعرفوا شعور كل جهة بتحب تمنح نعم نحن منقلهم هذا المشروع وانتو نفزوه نحن منع مندور نحن يعني ما تأخذني بهالكلمة لسنا سماسرة ولا ينبغي لنا ذلك ولا بهذا من تاريخنا ولكن المسألة الآن مسألة إعمار نعم علينا أن نثبت أيضا أننا أهل للثقة نعم وهذا شك يتعلق بنا بعد ذلك الشك المتعلق بالإخوة العرب لا مناصة من أن نرى كرمهم على أوسع معاني التفسير قبل التوقف مع الاستراح هذا كان الوزير نهاد المشنوق عنده جولة والموضوع هو الكلام بدأ الكلام عن عودة الخليجيين الرعاية الخليجيين نعم وكأنه رفع حضر عن سفرهم إلى لبنان يعني البعض بيقول أنه عنا مليون ونص نازح على قليل يكون في حدا يعني سائح شوف أنا بقول لك ولا يوم من الأيام الخليج يستغنى على لبنان أو بقدر يستغني ولكن يا سلمان كون صديقين لما البلد بيكون بحالة الأمنية المتسيبة والمتفجرة أنت ما بتدري تتنقل من مكان إلى مكان مصبو بدك تطلب من الساح من مكان جاي يرتاح جاي يرتاح ولا جاي يخاف ويسمع خبر عاجل حتى يتحرك على الطريق نعم راح نتابع معك مع الوزير استاذ رشيد درباس بموضوع ترابلوس وبموضوع رئيسة الجمهورية يعني في ملفات تقدمت على هذا الملف أيضا بعد التوقف الاستراحة أولى ابقوا معنا مجاهدين اشتركوا في القناة